على مقربة من الأراضي السعودية تستعرض ميليشيا الحوث قواتها العسكرية في رسائل تصعيد صريحة رغم حالة التهدية هنا في جبهات الحدود وتحديدا في البقع وكتاف بصعد معقل زعيم الميليشيا تحتفل الجماعة بما تسميه يوم الولاية احتفال على شكل استعراض عسكري هدفه ابتزاز المملكة من جهة والتغطية ربما على مسار النقاشات الجارية في السر بوساطة عمانية لا تبالي الميليشيا بتبعات رسائلها التصعيدية وانكشاف نواياها اتجاه السلام كما لا تهتم لحاجة اليمنيين إلى التقاط أفاسهم والاستراحة من دوامة الحرب تستمر فقط في مشروعها العداء وتحويل البلد إلى مغارة ومنصة لزعزعة أمن الإقليم كما تتهمها الحكومة في لقاءاتها مع الوسطاء ومنذ انتهاء فترة الهدنة في أبريل من العام الماضي لم تتوقف الميليشيا عن التحشيد للجبهات وشن هجمات سواء بالطيران المسير أو القصف المدفع والصاروخ في مختلف الجبهات كما لا تتوقف عن اطلاق التهديدات والوعيد بحرب مفتوحة في حال لم يستجب التحالف بقيادة السعودية لاشتراطاتها في المفاوضات تلك التهديدات لا تتجاوز منصات الإعلام فالحوثيون يدركون أكثر من أي وقت مضى أن الحرب لم تعد مجدية وليس بوسعهم تحقيق ما لا يمكنهم تحقيقه على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي خاصة بعد فقدان التحالف بقيادة السعودية بوصلته في اليمن وتاهت طريقه في الحرب وبات باحثا عن مخرج طوارئ له أما الحكومة التي تتلقى قواتها من وقت لآخر هجمات على شكل قذائف مدفعية ومسيرات فلا شيء يثبت حتى الآن امتلاكها قرار الحرب أو السلام طالما ظل تحالف الرياض وأبو ظبي آمرها وناهيها